عندنا هتبقى في الفترة القادمة ان شاء الله بإذن الله في مسابقتين مهمين جداً حينزلوا للجمهور المسابقة الأولى وهي التي سيجد البعض لها إعلان في مجلة الوعزات وهي مسابقة لماذا يلحدون ودي خاصة بظاهرة انتشار الإلحاد بين الشباب وبين الناس الموجودة دلوقتي ودي المسابقة دي بتغطي كافة الأنواع المشاركات اللي ممكن حد يشارك فيها يبقى عندنا مسابقة أو المسابقة بنعلن عنها وهي مسابقة لماذا يلحدون لماذا يلحدون دي مسابقة بيتم المشاركة فيها عن طريق بوابة الأزر الإلكترونية حيلقوا الرابل بتاع المسابقة يدخل ويختار النوع المشاركة اللي هو عاوز يشارك فيها ممكن يشارك ببحث علمي ممكن يشارك بقصة قصيرة ممكن يشارك بسيناريو وحوار لفيلم ممكن يشارك بكتابة مصرحية ممكن يشارك بقصة للأطفال أو برواية قصة قصيرة ممكن يشارك ده في النواحي الكتابية أيضا مسابقة لماذا يلحدون ممكن يشارك مشاركة فيلمية المشاركة الفيلمية بتتنوع ما بين مشاركة بفيلم تسجيلي أو برنامج دعوي أو حوار أو motion graphic أي حاجة من المشاركات دي يقدر اللي يشارك بها طبعا شروطها كلها موجودة على بوابة الأزر الإلكترونية والجوائز بتاعتها جوائز قيمة جدا بتبدأ من 10 ألاف جنيه إلى 25 ألف جنيه للجائزة حسب نوع المشاركة كلها مفتوحة مفيش عندنا حجرة على حد أنه ما يشاركش أي حد يشارك في هذه المسابقة وبالتالي الأمر مفتوح للجميع أن يشارك برضو مفتوح باب المشاركة للجميع للمسلم ولغير المسلم لمن يعمل في الأزر ولمن لا يعمل في الأزر لكافة القطاعات للشباب وللكبار وللصغار الموضوع كله مفتوح للجميع يستطيع أن يشارك في هذه المسابقة الهمة جدا وده نبع من أنه إحنا وجدنا من خلال التقارير ومن خلال الاستبانات والاستطاعات الرأي اللي بنعملها مع الوعزات أنه في أسئلة كثيرة جدا وشباب كثير جدا حتى أطفال عندهم فكر إلحادي وعندهم أنواع من الأسئلة التي قد تميل للفكر الإلحادي وبالتالي لقينا الظاهرة كبيرة جدا وخطيرة جدا أيضا مواقع إلحادية كبيرة جدا كثيرة جدا موجودة على السوشيال ميدي وبالتالي كان لابد أن نشارك المجتمع ونشرك المجتمع في وضع حلول لهذه الظاهرة فخرجنا بمسابقة لماذا يلحدون واللي هتلاقوا الإعلان بتاعها موجود في مجلة الأزهر في العدد القادم والإعلان بتاعها التفصيلي موجود على بوابة الأزهر الإلكترونية اشتركوا في القناة